مساء الخير مساء الورد عليكم إذن اليوم أطرح بوجود الأصفار أول شيء إحنا من نجي نريد نطرح ما نقدر نطرح سبعة من الصفر فإذا لازم أكوي عادة تسمية إذا الأحد نعيد تسميتين نلجأ إلى العشرات العشرات إذن صفر فنذهب إلى المئات نأخذ مئة واحدة الثلاثة تصير اثنين نحولها إعادة تسمية إلى عشر عشرات ثم العشر عشرات نأخذ منها عشرة واحدة نحولها إلى عشر وحدات هنا رح أصير تسعة هنا رح أصير عشرة عشرة ناقص سبعة ثلاثة تسعة ناقص ستة ثلاثة اثنين ناقص واحد واحد مية وثلاثة وثلاثين أربعمية ناقص ميتين وستة وسبعين أيضا نذهب إلى مرتبة المئات نعيد التسمية نأخذ مئة واحدة نحولها إلى عشر عشرات هنا الأربعة رح أصير ثلاثة هنا رح أصير عشرة ثم نحولها يعني من المئة الواحدة إلى عشر عشرات هنا رح نحولها من عشرة نأخذ عشرة واحدة نحولها إلى عشر وحدات يعني هنا رح أصير تسعة هنا رح أصير عشرة عشرة ناقص ستة أربعة تسعة ناقص سبعة ثلاثة ناقص ثلاثة ثلاثة ناقص ثلاثة مثل هنا عدي ألوف هنا لحد الآن نحن خلينا بس مئات الألوف هنا نأخذ ألفين واحدة نحولها إلى عشرة مئات فهنا الألف شوا i закончいる وال الر like 4000 رح اصير ثلاثة هنا رح اصير عشرة مئات هنا رح اصير نأخذ منها مئة واحدة نحولها إلى عشر عشرات كذلك هم رح man有一 grams نأخذها إلى عشر وحدات فهنا اصير عشرة عشرة ناقص ستة تسعة ناقص أربعة وتلاثة ناقص عفواً وتسعة ناقص تسعة وتلاثة تنزل تلاثمية وأربعة وخمسين أنا شا علم طلابي أقولهم بس أول صفر عشرة والبقية كل تسعات إلى أن نوصل إلى اللي ناخد من عندي يعني سواء مئات أو ألوف ناخد من عندي نجي هنا نفس الحالة قلنا أول صفر يصير عشرة والبقية هنا نأخذنا منها عشرة ناقص ستة أربعة تسعة تروح تسعة تروح سبعة تنين تنين ناقص واحد واحد هنا الثلاثة ما نقدر نقص منه نقص من الواحد فالروح لازم يعادل تسمية فالروح رأساً على الألوف هنا ثلاثة هنا عشرة ناخد منها ستة تسعة هنا عشرة ناخد منها ستة تسعة هنا الواحد يصير دعش دعش ناقص ثلاثة ناخد عشرة تروح ثلاثة سبعة سبعة وواحد ثمانية أو دعش ناقص ثلاثة ثمانية نحسبها تسعة ناقص ثمانية واحد تسعة ناقص خمسة ثلاثة ناقص اثنين واحد نفس الحالة هنا نروح رأساً على الألوف ناخد منها ثلاثة عش ناقص تسعة ناخد العشرة مالة تلاثة عشرة نقول عشرة تروح تسعة واحد نضيف الواحد على ثلاثة أربعة أو نحط التسعة عباقلنا ونحسب لتشبير تسعة ناقص اثنين تسعة ناقص سبعة أربعة ناقص ثلاثة نجي هسة سبعة لداخلود ثمانتالاف دينار اشترت قلادة بسعر تالاف سبعمية وخمسين دينار كان ديناراً بقية لديها نقول ثمانتالاف ناقص خمستالاف وسبعمية وخمسين قلنا صفر ناقص صفر ينزل صفر صفر ناقص خمسة ما يصير أول صفر يصير عشرة ثاني صفر تسعة الثمانة يصير سبعة لناخدنا منهم عشرة ناقص خمسة خمسة تسعة ناقص سبعة اثنين وسبعة ناقص خمسة اثنين إذن الفين ومئتين وخمسين بقية لديها لديها لدينا خمستالاف وثمانية ناقص الف ومئتين واحد وتسعين نفس الحالة هنا لا هنا يصير ثمانية ناقص واحد سبعة صفر ناقص تسعة ما يصير الصفر يصير عشرة هنا تسعة هنا أربعة عشرة ناقص تسعة تسعة ناقص اثنين سبعة أربعة ناقص واحد ثلاثة هاي رأسين صفر ناقص خمسة نصير الخمسة نطرح منه من الصفر مترهم فنروح على مرتبة الإلوف لثمانية يصير سبعة وهنا قلنا الصفرين ذني تسعة وهو الصفر هو العشرة عشرة ناقص خمسة خمسة تسعة ناقص أربعة خمسة تسعة ناقص واحد ثمانية سبعة ناقص ثلاثة أربعة ستة ناقص سبعة ما يصير هذا رأسين كتبه ستة عش هنا تسعة لين أخذنا منها الطينة للسطة عش وهنا تسعة أخذنا منها الطينة لهاي التسعة وهناني ستة ستة عش ناقص سبعة عشرة تروح سبعة ثلاثة ثلاثة وستة تسعة تسعة ناقص اثنين والتسعة تنزل ستة ناقص أربعة اثنين وهكذا بقية التمارين شكرا لكم طلابنا الحلوين وإلى اللقاء اشتركوا في القناة